بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية طلاب العزاء في الفصل الخامس من مقرر بحوث العمليات موضوعنا في هذا الفصل هي مشكلة التخصيص أهدفنا في هذا الفصل التعرف على خصائص وعناصر مشكلة التخصيص تمثيل مشكلة التخصيص بشبكة عمل إيجاد الحل الأمثل لمشكلة التخصيص ثم معالجة الحالات الخاصة لمشكلة التخصيص أولا مشكلة التخصيص تستخدم في حل الكثير من المسائل الإدارية والتي تعتمد على توزيع وظائف أو مهام على مجموعة من الألات أو الأفراد الهدف هي مشكلة التخصيص إنجاز هذه المهام بأقل تكلفة ممكنة ومشكلة التخصيص تعتبر حالة خاصة زي ما قلنا قبل كده في مشكلة النقل حالة خاصة من مشكلة البرمجة الخطية وهي حالة خاصة أيضا من مشكلة النقل ما يميزها عن مشكلة النقل هو أنه يجب تخصيص مهمة واحدة فقط لكل فرد أو آلة هذا ما يميز مشكلة التخصيص عن مشكلة النقل مثال ورد للشركة الحديثة للتعدين خمسة أوامر إنتاج يتوجب معالجتها على خمس آلات إذن لدينا مجموعة من المهام خمس مهام ومجموعة من الألات اللي هي خمس آلات تكليف هذه الأوامر على الآلات موضحة في هذا الجدول هذا الجدول يوضح على سبيل المثال هذه القيمة تكلفة أمر الإنتاج الأول على الآلة الأولى هذا الرقم مثلا تكلفة أمر الإنتاج الثالث إذا وضع على الآلة جيم وهكذا أولا كيفية تمثيل هذه المشكلة بشبكة عمل في البداية توضع الألات أو الأفراد جهة اليسار جهة اليمين توضع المهام اللي هنا تمثل أوامر الإنتاج وعلى الأسهم يوضع تكلفة هذه الأوامر على هذه الآلات فإذا رجعنا للجدول المرة تانية نجد تكلفة وضع الأمر الأول على الآلة الأولى واحد وعشرين الثاني ثلاثين وهكذا إذن هذه الشبكة تشبه تماما شبكة العمل اللي ذكرناها سابقا في مشكلة النقل ترجمة نانسي قنقر